اشتركوا في القناة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه لا يسرنا كثيرا أن نرفع إلى مقام أخينا العزيز حضرة خدم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود خالص التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام معبرين عن بالغ الاعتزاز لما تبذلونه حفظكم الله وحكومتكم الرشيدة عاما بعد عام من جهود مخلصة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام تسهيلا عليهم في أداء مناسك وشعائر الحج وتوفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمن والأمان لهم وإننا لندعو المولى عز وجل يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على أخينا العزيز حضرة خادم الحرامين الشريفين وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية بوفر الخير واليمن والبركات كما نود اغتنام هذه المناسبة الكريمة لتأكيد عميق اعتزازنا وفخرنا بوشائج القربة والمودة والمحبة التي تجمع بين بلدينا وشعبين الشقيقين والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ وإننا نقدر عاليا لأخينا العزيزة الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود مواقفه العظيمة النبيلة الداعمة دوما للبحرين ونهضتها وأمنها واستقرارها مشهدين ومعبرين عن بالغ اعتزازنا بالدور المحوري الذي تطلع به بلدنا المملكة العربية السعودية بقيادتكم الحكيمة في خدمة كافة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية مما حقق الريادة لها على كافة المستويات الإقليمية والدولية والله نسأل أن يحفظكم على الدوام سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعى برقيات تهاني ممثلة إلى كل من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيزة السعود مستشار خدم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهنيه وتبركاته بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج داعيا سموه الله العلي القدير يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات